تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلحة الاستراتيجية والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 468 قضية مونية بمضبطات بلغت 112 طنا وفي مجال الاستيلاء على السلحة المدعومة تم ضبط 17 طنا وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تمكنت من ضبط 80 طنا أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 15 طن أسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 722 قضية من بينها 131 قضية خبز ناقص الوزن و120 قضية خبز غير مطابق للمعصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 13 قضية بمضبطات بلغت 127 طنا ترجمة نانسي قنقر